السلام عليكم بابا تلاميذ الصفحة السادس البتدائي درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم هو مراجعة الدرس مراجعة الدرس صفحة 65 من الفصل الثالث أجيب عن الأسئلة جميعا كتابة في دفتر العلوم ملخص الصور يتكون الجهاز الهيكلي من قسمين الجهاز الهيكلي يتكون من قسمين هما الهيكل المحوري والهيكل الطرفي ما أقسام جهاز الهيكلي إنه هو الهيكل المحوري والهيكل الطرفي الجهاز الهيكلي من أجهزة جسم الإنسان ما وظيفة الجهاز الهيكلي؟ وظيفته هو توفير الحماية والدعم والأسناد للجسم وكذلك يعطيه الشكل تربط المفاصل العظام مع بعضها ما أشكال المفاصل أشكال المفاصل منها ما يكون كرويا مثل مفصل الكتف أو أسطوانيا مثل مفصل الساعد نأتي إلى الفكرة الرئيسة أولا ما وظيفة الجهاز الهيكلي؟ ما وظيفة الجهاز الهيكلي؟ وظيفة الجهاز الهيكلي كما قلنا هو توفير الحماية والدعم والأسناد للجسم النقطة الثانية ما الجزء الذي يمثل المحور في الجهاز الهيكلي؟ هو العمود الفقري هو الذي يمثل المحور في الجهاز الهيكلي النقطة الثالثة ماذا تسمى مناطق ارتباط العظام بعضها ببعض تسمى بالمفاصل النقطة الرابعة ما أجزاء الهيكل الطرفي للإنسان ضع إجابتي بشكل مخطط على شكل مخطط الخلاصة أجزاء الهيكل الطرفي للإنسان يتكون من حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلة المفاهيم الأساسية اختار الإجابة الصحيحة النقطة الخامسة العظم الذي تتصل به الأضلاع من الأمام هو أليف عظم الساعد باع عظم القصبة ثلاثة جيم عظم القص ودال عظم الزند جوابك بابه يكون عظم القص هو الذي تتصل به الأضلاع من الأمام النقطة السادسة من أمثلة المفاصل الثابتة في الجسم هو أليف مفصل الكتف باع مفصل الساعد جيم مفصل الجمجمة وأربعة مفصل القدب بابه جوابك تقول هو مفصل الجمجمة التفكير الناقد نقطة السابعة ماذا أتوقع أن تكون حياة الإنسان لو كانت جميع عظمه غير متحركة بابه جواب التفكير الناقد هو لن يتمكن الإنسان حينها من المشي والحركة أو الحركة أو القيام بتحريك اليدين أو أي جزء من أجزاء جسم الإنسان هذا كل ما موجود بمراجعة الدرس صفحة 65 من الفصل الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته